السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذ الأعزاء كتكتي الصغار السنة أولى متوسط جيتكم اليوم إن شاء الله بمراجعة المقطع الثاني المقطع الثاني خلاص باش ما نخلطوش بين المقطع الثاني خرج كين تلميذ أو كين مدارس مازالها في المقطع الثاني وكين مدارس دخلت المقطع الثالث اللي يحكي على الساعة والنشاطات اليومية صح نبدأوا الساعة بالمقطع الثاني مفهوم تبعوا معي مليحوا فيها التأميرات بزيف قادرة تحلك الفرض والاختبار لشترشتها دخلت المقطع الثالث صح اللي ما زال ما تشتركوا معنا في القناة تشتركوا فعل الجرس باش كين دي الحاجة تصلكم التومة اللوالا فالميذي صح هذا المراجعة غادي تلقوها في صفحة الفيسبوك وضلك ندرها لكم على شكل PDF باش تقدروا تنزلوها اوكي مع لموذج الفرض راح نحلوه وهذا الفرض في بزيف حواجم لها صرتو تصريف هنايا يعني باش تحكموا لباسا تاعكم او تعرفو زعما المفرد من الجمع باش تصرفوا الافعال في البرزنت سيمبول طبعا هذيك الحكاية نتاع الاس للفعل والتوبي صرتو التوبي صحة اذا تبعي معي الاخير باش هكا تفهم و سننعضر و تجيب لنا 20 في الفرض مفهوم يلا ما تنسوش باللايك واشتراك في القناة وبرتاج للفيديو صح عندنا مي اند ماي فاميلي العنوان على المقطع مي اند ماي فاميلي انا والعيلة اتعي عندنا التمرين لول واشي يقولك يقولك اي ماتش اي ماتش هكذا توجد كلمهات ماتشة هادية هي عربطة احنا نحنا الكرة اقعد في الأصحان عاله اقعد في المهن اي اي اكس اترا يعني هنا يتمينا اللون بديتلكم بالمهن المهن انا يعني كم المهن هنا عندنا اصل اي ادانتيست اللي هو طبيب الاسنان تيجر اي 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 انار كي تكتا خلاصة ثبتا سوف نثبت لك الكاميرا هنا فقط سوف ندولها حويجة هنا حسنا الدانتيست الدكتور النورس فارمور خلاصة أعطنا المهن هنا وأعطنا كل مهنة عندما يخدم الدكتور النورس يخدم كيف في الوبيتال فارمور يخدم في المزرعة وش عدنا هنا ووركس ان اسكول ووركس ان اسكول يعني شكون هو اللي يخدم في المدرسة هو تيتشر إذا نروح التييتشر هنا ونربطها هكذا صح يعني الجراحة زي ما شكون هو اللي يدير الجراحة سكو الطابي بلالا نعم طابب يدير الجراحة بصحة هنا عدنا الدانتيست صحة نحط الدانتيست هذا في السورجوري ها زي الدكتور وعدنا النورس الدكتور ونورس هذا في زوج الممرضة والطبيب يخدم في الهوسبيتال هوسبيتال إذا دكتور نحطه في الهوسبيتال مع النورس خلاص هذا في زوج هنا نعم صحة اخرج مدرسة مدرسة يجب المزارع في الفارم سنقوم بعمل المزارع هنا الاركي تكتور يعمل في المكتب يعمل في المكتب وعنده المساطر وعنده الأقلام وكل شيء ويرسمه مخاططة لدياره مفهوم نذهب إلى الثامن الثاني الثامن هذا خاص بالنطقة تاسك 2 نظروا هنا النطق الـ تي ايج تي ايج 이� JER CONSONENT ه يتقطق ه كي لو تنطق تو من خلال execut الحق من خلال من خلال كحلة الكرصة وبدأت تقرأ ماذا ذيس مانثة ثانكي ثانكي ما تقول ليش هميس ما نعرفش ننطق خلاصا كنشوفوا هذه الكلمة موثة ث 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 إذن ماذر ماذر ذ 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 ك ذ فاذر ثانكس براذر ثانكس 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 وآخرين ثانكس امراه ثانكس الثان هذه تنطق ذ ذات وعندنا الاخرين قلنا يجو في حرف ث كما مامث ثري ياس ماث ثانكس ماث اوكي يحطوهم هنا خلاص اولادي اوكي اروحوا اذن هنا لاتمارين ثلاثة وش يقول هذا التمارين شوفو هنا يا مليح تاسك ثري في الانذي قابس مفهوم هذا يقول لهم ادوات او نعم ادوات التعريف او نكرة صحة عندنا كريم از هنا مهنة المهنة 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 نحط لها ا ولا ان اذا هنا راح نحط هنا ان بما انها مهنة تبدأ بالفاول لازمها ان مفهوم كيظم يمني هنا تبدأ بالكوصننت نحط لها ا كما او دكتر او تيتشر ابيوبل تل اكسا ايوة هذي عندنا كوصننت هنا اذا نحطوا او سعروا هنا او اوش قال لي يعني الطبيب يخدمو في أو يعملو في المستشفى أو يعرف لي في الطبيب إذن هنا في التعريف المهنة نحط كريم إز 20 أحلام إز 29 نقطة أحلام إز أحلام الأخرى هي أحلام إذن نقوله She She is from She يعني أحلام هذه She three brothers يعني عندها ثلاثة تعال brothers رح نقوله She has نحن نقوله بصحك يظلي I نقوله Have مفهوم But كريم ولكن كريم has two يعني زوج brothers مفهوم نروح هنا يا لي أتمين رقم أربعة هنا مع بعضانا عندنا task four I choose the correct answer I choose متى أخير أو أخطار this is a or a nurse بما أنها مهنة تبدأ بال consonant نخير لها a ok a nurse a or the nurse works in a hospital إذن شوفوا رح يعرف لي في الممرضة الممرضة تعمل في المستشفى كذلك نعرف في مهنة ماشي نقدم فيه نفسي نقول مثلا أنا يا تلميذ ولا أنا يا تيتشر ولا أنا يا ولا أنا ولا هو أستاذ ولا هو أنجينير لا لا ثم نحطه أو لأن بس نحكي نعرف في المهنة لازم نقول the nurse مفهوم رضو باكم تغلطوا حبايبي this is my sister this is my sister شي ولا هي إذن هنا يتلميذي رح نديروا بما أنها this is my sister هنقولوا شي كذلك لي my brother ولا my father هنحطوا he ما فهوم is a teacher ولا an teacher رح نقولوا a teacher not an teacher أوكي لأنه المهنة بدت ب consonant نروحوا للمثال رقم three this is a ولا an architect هنقولوا an architect لأنه المهنة بدت ب فاول ما فهوم نحنا نعرف الفاولز a i e e e u خمسة نتاع الفاولز ما فهوم صح هنا قال لك architect works in an office يعني أو يعرف لي في المهندس أين يعمل أو الأرشيتكت هنحط the the architect the architect عفوا ما فهوم عدنا تمارين خمسة i choose كيف كيف أختار this is my father my father أسكن قولوا his name ولا her name رح نقولوا his name اسم التاع هو ما فهوم صح this is my cat her ولا its name her name ولا its name بما أنها حيوان قط رح نقولوا its name is cathy ما فهوم this is my sister my sister نقولوا her ولا نقولوا its her مفهوم اوكي تلاميذي اذا نقولوا her name مفهوم نروحوا التمارين 6 هنا i match شوفوا عدنا cardinal number عدنا ordinal number cardinal الاعداد العادية نقولها cardinal بالصحة الاعداد هذي كما first second third نقولها ordinal number مفهوم اذا عدنا هنا شوفوا عدنا هذا التماري عدنا three ثلاثة three وش نقولوا نقولوا the third the third three third her d her d مفهوم ها هذو خستكم تكونوا حفظينهم six نقولوا six 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 مفهوم one the first 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 the third ثلاثة ثلاثة الثالث four الرابع هاي هذي اربعة هذي الرابع the fourth the fourth th five راح نقولوا the fifth ثلاثة شوفوا هذي تطلطق five بالصحة هذي ما نقولوا five ثلاثة eleven راح نقولوا هنا يا وراهي eleven ثلاثة ten the tenth مفهوم حبيبي اوكي نذهبوا الان الى هذا الفرغة وهو عبارة كيف كيف على تمرينات مليحة بزاف بزاف باش تقوي الله باز تاعك مفهوم صرته في التصريف اولادي اذا تبع معايا للاخيرة مفهوم عسنا وزدوا شوية نزومي ونزومي وهنايا شوية هكذا باش تبان امليحة اوكي نبدأ بالتمرين الاول task y ماذا قالك replace the underlined words شوفوا underlined ما عندها المسطر لتحتها مفهوم كيف هنا يا سارة سطر لتحت سارة هذا التصطير هذا يقولوا له underlined underlined words مفهوم باي the correct personal pronoun بال personal pronoun الصحيح يعني بالضمير الصحيح هي ولا يو ولا شي نقرأوا الجمل ونشوفوا التمرين ما يقول صحا سارة لايكس بيتزا سارة لايكس بيتزا راح نقولوا سارة هي اسكوا سارة هي ولا يو ولا شي ها راح نقولوا شي لايكس بيتزا مفهوم هنخيروا شي خلاص صح يانيس is at school يانيس في المدرسة يانيس هذا اسكوا نقولوا بابا واما طبا الله يبارك you they we are doctors راح نقولوا شكون my parents يعني ابي وأمي يعني هما مثنى هما شكون هما اللي هما they they نقصد بيها هما ولا هم ولا هن اذا راح نقولوا they are doctors انيا and i انيا وانيا انيا وانيا اي ها زعم انتم وانا وش نقولوا نحنو نعم إذن we مفهوم we دائما انك تشوف انيا او i ولا my father and i my friend and i نحنو صح كريم وانت كريم وانت ها وانت انتما زوج انتما يعني نعم مشيو ارد عليك تحط لي كل كريم وانت أو يخاطر فيك انت يو إذن انتما اللي هي you لأن you هذي يعني بها انتما ولا انتم ولا انتنا ولا انت اه يوها هذي راهب ازهزب حوايج إذن سنقول You have big cars My hamster is white همستر هذا هو الفار الأبيض اللي باهي Is white أبيض همستر هذا هو حيوان أسأل هو He No سنقول It It is white هذا التأمين نحن بزيف مليحة تلاميذي مفهومة نعدنا Task 2 Complete the following Table Affirmative Negative Interrogative Interrogative يعني العلامة الاستفهام وهذه النفي وهذه جملة positive يعني جملة عادية He is a good doctor قالك He is شوفو كنشوفو Is هذي في الجملة Is ولا أر ولا أم ها Is ولا أر ولا أم ويقولك إن فيها لهنا راح نقول He Is Not تسمى نظيف النوت بعد To be نحن عدنا To be هو Is شوفو هنا معي نجد نعود لنفهم كيف To be عدنا التصريف من To be في present هنقول I am يعني To be مع I هو Am Am هذا هو To be هو To be مع I راح نقول She He It هذا في ثلاثة Is They We And You راح نقول R مفهوم نفي ساعد to be سنقول I Am Not She He Is Not Are Not مفهوم نفي صح ه He Is A Good Doctor هو الطبيب مليح هنقول He Is Not A Good Doctor يعني هو ليس طبيب مليح خلاص Intergative 4 يعني جملة استفهامية شوف يعطيك جملة كما هكذا هكذا وفي ه Is ولا Am ولا R نخرج ال Is هذي على برة من نت والي هي أدد الاستفهام Is ونكبل الجملة ليريك سنقول Is He A Good Doctor علامة الاستفهام سهلا مهلا ما كان حتي هذا ما تبي كتلقي Is Am Are مفهوم صح هنا قالك I Am Not A School Boy سنقول هنا I نحو غير Not هذه فقط في Affirmative فورم سنقول I Am A School باش تجيك سهلا Boy يعني تلميذ مفهوم في interrogative فورم مدام عندنا Am تخرج Am هذه Am I عادي Am I Am I School Boy اكتب هكذا مفهوم Am I School Boy لا كيف في اليوتوب تلميذة ولا معنا بلش لشكول نقل لي مصر كي غلطة ما نقول I في السؤال لا لنقض نقول I I ذكرة تلميذة سنة أولى متوسط راه يتعلم في السؤال بهذا الشكل مشي نحكي على الرابعة ولا الثالثة ولا الثانية متوسط يعرفو كيف يحول I إلى You تولي Are you a school boy مفهوم هنا راه سقصي في نفسه إذا هذه راه تعتبر صحيحة مفهوم Am I a school boy هل أنا تلميذة زي من سقصي يروح ينرم العادي مفهوم ها اوكي صح نروح لهذه Are they friends Are they friends أعطي الجملة استفهمية صح كنجينا نقلبها إلى جملة عادية باش نجبد negative هلية واش راح نقول Are they أنا في الجملة العادية نجب نبدأ ب The subject اللي هو they هنقول they are ها نقلب نرجع كيف كان they are friends ها they are friends مفهوم هنا في النفي راح نقول they باش جيني سهلة they are not friends فقط ها هذا مكان اوكي اوكي نروح لهذه task 3 fill in the gaps with who or when or what نقال لك هو يعني شوفوا عندنا هو للإنسان باش نسقص على إنسان نقول لك هو أو يعني للإنسان when متى توقيت what ما هو أو ماذا مفهوم صح do you study english قل لك هنا do you study english i study english at ten o'clock يعني هنا راح نقول when متى when do when do when do you study english i study english at ten o'clock does he live does he live هنا he lives in london he lives in london ايوة اذا هنا رأنا غلطين صحة لأنه هنا مكان london مكان مكان ماما هنا يعطي where where يعني اين اين يعيش راح نقول هنا where where does he live لا خطأ لا نقول when does he live خطأ لازم where does he live اين يعيش he lives in london دائما المكان حطول where اين loves pizza هنا my sister loves pizza ايوة اذا اهنا قال اختي تحب البيتزا اسكن قول اه 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 نقول هنا من يحب البيتزا قل لك هنا my sister اختي هي اللي تحب البيتزا اذا هنقول who loves pizza who loves pizza who loves pizza ايش كون يحب البيتزا كامل تحب البيتزا ياس اوكي اذا هذي وات قلبوها where هنا هنغلطوا فقط اوكي اها صح وروح للثمانين الاخر match these numbers to the correct answers عدنا هنا 63 80 بلا 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 عدنا 18 18 18 18 80 80 80 88 88 80 اوكي انت بعد اربطهم 36 30 36 6 6 6 40 40 47 7 60 60 63 33 80 80 80 خلاصة يلا اربطوهم انتوما يعني قدرت لكم هذا اذا اربطوهم اوكي يلا روحوا للتمرين اللي بعد اخر سامرين هي في المراجعة التعنا شوفو هنا اها او قبل الاخير نعم reorder اسألنا reorder the words to make meaningful meaningful يعني جملة عندها معنى sentences هما الجمل الجمل صح words كلمات كلمات reorder عاود رتب عاود رتب صح وش عدنا عدنا favorite who is player your football يعني هنا ويقول لي شكن هو الفوتبولر اللي تحبوه اولا نره سؤال ها هي سؤال اذا نحن نبدأ WH question who who جمورها دائما الفعل who is who is your takentera your your favorite favorite ها شكون فوتبول بلاير فوتبول ما بروش بلاير فوتبول لا لا who is your favorite فوتبول بلاير ما فهوم ها فوتبول بلاير علامة استفام او دي جا حط لك البلاير معاها علامة استفام او سهل عليك ما فهوم اذا good english i at am عدنا i معاها am حنقول i am to be i am good يعني انا جيد good في at english في الانجليزية i am good at english you football where play do احنا عندنا where تتمشى معاها do where كيشغل دائما الwhere هذه معاها تتمشى do where do or where does كذل عندي subject i you they we رح نقول where do where do you where do you كذل شي هي where does where does لو كان يعطيك she here does where does where does where do you play aين تلعب where do you play football aين تلعب football ها علمت استفهام سهلا are not they at school at school at school صح they 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 are not they are they are not at school at school they they are they they are what what how think i think they they thanks about you this i think they think they 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 thanks